اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد اليوم جبت لكم حلوة سنيكرز بالمكونات بسيطة المقادية اللي نحتاجوها للمرحلة الاولى كالاتي 120 جرام قاطو مرحي اخترت زوج انواع من القاطو قاطو بضوق الشوكولات قاطو بيمو الكمية اللي استعملتها كامل هي 120 جرام فيها غير 4 قطاع قاطو بيمو باقي كامل قاطو بضوق الشوكولات 540 جرام حلوة الطرق وشوكولات للطل لا نستطيع الكمية لكم كمية الشوكولات للطل خطاكش راح نلموا بها نبدأوا بتحضير الوصفة على بركة الله نضيفوا حلوة الطرق للخليط تعيداته نحاول نخلطها مع الخليط باطراف الاصابح كي تشوفوها نسجمة نبدأوا باضافة الشوكولات للطل نبدأ نحاول ندخلها باطراف الاصابح شوفو الطريقة سهلة وبسيطة ومتعب كومش كي نشوفها مخصوصة نزيد نجمة فاها بالشوكولات للطل نحاول نزيد نجمة فاها حتى نتحصل على عجينة تكون متماسكة العجينة راح يلميتها هذا هو الشكل تاعها اللي نحن هزيت كمية وندو نشكله فاها لشكل بودا كي تتحليكم هكذا متخافوش منها عيدوا ودموا وديروا هذا هو السمك نبدأ نقطع فيه حجم الحبة كما انتم تحبوه انا اختارت هذا هو حجم الحبة نكونوا بهذا الشكل ندركوا بشيجوكم كم الحبات بنفس الطريقة دلوا الوسيس هذي هزوا بالحبة وعبروا شوفو شكل الحبة نسجمها باطراف الاصابحة ونحطها في بلاتو لحنا البلاراني ديرا فيه بابي كويسون انا شكلت كم من العجينة انا العجينة خرجت لي 10 حبات خطوة التزيين في هذا الكيس حطيت طفية كراميل وتستعملوا حتى لسلي كراميل قبطوا ثقبة صغيرة ونبدأ نحطها فوق من الحبة على القطو حبت القطو اسوها على شكل مستطيع نجيبوا حبات كوكيو مجلي ونحطوا الحبات فوق منها بعد ما تكملوا كامل الحبات ضروري انو نخلوهم يبردوا حتى يتماسك وتحكم روحها ونقدروا نرفض الحبات حتى لا تزيل تطرية بالشوكولة نجيبها حتى يتماسك ونجيبوا لها شوكولة للشوكولة لدي شوكولة بالحليب قطعتها على قطعة صغيرة ونضعها على حمام مائي لدي شوكولة لدي شوكولة ذوي ما قطعتها لدي شوكولة نجيب الحبات لدي شوكولة الحبات من حين جعلتها لدي شوكولة لدي شوكولة مجتماسك ونضع كلاسك لدي شوكولة ونضع خلال نضيف الشوكولات الزايدة نضيف حبة أخرى ونضيفها مباشرة نفق من هذه الأدات السيليكون هذه الأدات فيها حجم لاحق نضيف الشوكولات وتجمد تماما الباكة الحبة سنرفضها بطريقة سهلة يجب أن نضيف الشباك ويبدأ الباكة نحصله في الغسيل وتتعبوه نكمل الحبات التي لدينا كامل بمفس الطريق ضروري أن نجعل القطو يبرد تماما وباكة نكمل اللمسة الأخيرة لذلك القطو الحلوة سيبردت تماما شوفوا الأدات هذه التي قلت لكم علىها قبيلاتي شوفوا الشوكولات تتنحها فاصل ماء ترفضوها بكل سهولة هنا هذه الزايد التي تقعد لكم في الحبة تقدروا تنحو الشوكولات بكل بساطة بما يخص الحواف هذه الزايدة نجيبوا سكين وتبدو تحاولوا تنحو الزوائد تحتى الشوكولات هذه الشوكولات تقعد لكم وهي تتنحها عادي تحكموا تعودوا تفرغها في صحل وتضوبها وتستعملها للغطو عادي شوفوا شكل الحبة بعد ما تكملوا هذه الزوائد تكونوا بهذه الطريق لازم الفينيسيان طاحة نحو الزوائد بشكل جيد اللمسة الاخيرة اللي حبيت نضيفها حبيت نديل الورقة الذهبية نحط الورقة الذهبية من فوق هذه اللمسة رهي اختيارية تقدروا متستعملوهاش هذا هو الشكل النهائي للغطو تا سنيكرز شوفوا شكل الحبة كيف هتكون بمكونات بسيطة خدمنا هذه الحلوة نقسم لكم الحبة بهتشوفوا شوفوا كيف هتجي وتجي ترية من داخل الكمية اللي استعملتها تمية وعشرين جرام تا قاطو قل جتلي عشرة حبيت تاسك نيكرز جربوا الوصفة وبرتجيوها بالجميع موقع تواصل الاجتماعي واشتركوا في القناة تفعلوا الجرس بحكم الفيديو جديد نحبطوا تشوفوا نتلاقيوا في الفيديو القادم ان شاء الله موسيقى 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 موسيقى